أهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين وحياكم الله من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بهالأجواء ما في أحلام ريحة المخبوزات داخل البيت اليوم راح أحضر معاكم ميني بيتزا بالهوت دوغ من نبيل بداية راح أحضر معاكم للعجين في عندي مقدار خمس أكواب من اللطحين الأبيض متعدد للإستخدامات بدي أنزل فيه بشكل كامل بمصفايا عندين هعمى عليهم راح أضيف مقدار واحد ملعقة صغيرة من الملح بها المرحلة بدي أنخل عندي اللطحين مع الملح طبعا هاي أهم مرحلة من شان تحصلوا على العجين الناعم والطري برضو أثناء الخبز بها الخطوة أنا هيك عم بداخل الهوالة جزيئات اللطحين وبهيك المواد الجافة صارت عندي جاهزة بالنسبة لخليط المواد السائلة عندي مقدار كوبين من الحليب السائل الدافئ طبعا في حال ما كان متوفر بمكانكم تستخدموا الحليب البودر لكل كوب من الماء مقابلهم اثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودر بدي أنزل فيهم بشكل كامل بعد هيك عندي مقدار ربع كوب من زيت الزيتون نسمي بسم الله ملعقة كبيرة من السكر بالإضافة لواحد ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية بدي أضيفهم بهالشكل وأعطيهم تقليبة مع بعضهم ضروري جدا بهالمرحلة يكون عندكم الحليب الدافي من شان يتأكد من فعالية الخميرة في حال كان حامي أكيد راح تقتلها وفي حال كان بارد راح يكون عندي التفاعل بطيء ولكن حرارة دافية أو درجة حرارة تكون متوسطة بدي مناسب عندي في هالمرحلة بعد هيك بدي أغطيهم وأتركهم عندي بدرجة حرارة المطبخ فقط لمدة خمس دقائق حتى أتأكد من فعالية الخميرة عندي خلينا نشوف شو وضع الخميرة شوفوا معي ما شاء الله كيف اتفاعلت أنا هيك اتأكدت من صحة وفعالية الخميرة راح أنزل عندي بمقدار المواد الجافة يلي نخلناها بالأول وهون أنا راح أبدأ بلم عندي المكونات مع بعضهم البعض حتى تتشكل عندي عجين طبعاً أنتو بتعرفوا أنه بتختلف نسبة امتصاص الطحين من النوع للآخر ولكن أنا عندي هون استاندرد المقدار في حال كانت بحاجة لأنكم تضيفوا مواد جافة أو مواد سائلة ما في أي مشكلة بإمكانكم يتعدلوا بالمرحلة المطلوبة طبعاً أنا ما احتجت أزود نهائياً ولا أي عندي من المكونات يلي ضفتها مجرد ما تشكلت عندي عجين بهالشكل راح أستمر بالعجن لمدة 15 دقيقة بشكل متواصل حتى يتفعل عندي اللي غلوتين بداخل اللطحين طبعاً بس بدأ أفرجيكم شوفوا معي ما شاء الله العجين قده طرية وقده صفت عندي راح أقطعها طبعاً بشكل ميني شو بتفضله عندكم يكون المقدار والحجم ولكن هذا الحجم جداً مناسب عندي برضو ما ننسى أنه بده يرتاح مرة ثانية لمدة ساعة فهذا الحجم راح يعطيني تقريباً برضو الضعف بالبايريكس عندي راح أنزل بمقدار واحد ملاقة كبيرة من زيت الزيتون بدي أوزحهم بواسطة فرشاي مطبخ منشان عندي العجين ما تلسق فقط بهالمرحلة بعد هيك بدأ أوزح عندي حبات العجين وبرضو بدي أعطيهم تباعد ما بينهم منشان أسمح للحبات عندي يتخمروا ويتضاعف حجمهم وياخدوا راحتهم طبعاً للناس اللي بيهتموا بالتفاصيل عندي تقريباً وزن الحبة بين السبعين والخمسة وسبعين جرام بالضبط عملوا تقريباً برضو خمسة عشر حبة برضو بدأ أغطيهم بالمرحلة الثانية وأتركهم معي يرتاحوا ويتخمروا لمدة ساعة بدرجة حرارة المطبخ لو وصفتي لليوم هستخدم من نبيل الهودوغ البريميوم هذا الحجم الكبير شوفوا معي ما شاء الله أول شيء الباكيجينج من نبيل قديم رتب وقديم الفت وقديم الألوان بتجنن ما شاء الله بيستخداموا بوصفاتي طبعاً اليوم راح أستخدموا للبيتزا واسطة سكين حاد راح أخدهم وقطعهم بهالشكل بس بدي أفرجيكم مدى نظافة هالمنتج من الداخل قدي تفاصيله رائعة ونظيفة لقد حضير الحشو بداية عندي أربع أكواب من الهودوغ بريميوم من نبيل راح أنزل فيهم بشكل كامل أيضاً عندي واحد كوب من الفلفلة الحلو الألوان أو الفلفلة الرومي فرمته بشكل كيوبس ناعم بالإضافة لواحد كوب من الزيتون الأسود الشرحات هدول راح أتبلهم بمقدار واحد ملعقة صغيرة من الأوريغانو راح أضيفهم فقط للتنكية وأخلطهم مع بعضهم حتى تتوزع عندي النكات طبعاً بالنسبة لخليط الخضار أنا بشوف هيك كثير كافي لأنه أنا تركيزي هون على الهودوغ في حال حبيت تضيفوا أي نوع أنت خضار ما في أي مشكلة بإمكانكم تضيفوا أو تستبدلوا أي شيء أنا ضفته برضو بإمكانكم ممكن تضيفوا لو بتحبوا الماشروم الفطر ما في أي مشكلة أو أي نوع آخر وبهيك عندي حشوة البيتزا صارت جاهزة شوفوا معاي خليطها الألوان يلي ولا أرواع من هيك في الصينية مبطنة ورق زبدة راح أنزل عندي بقطع العجين بس شوفوا معي ما شاء الله بعد ما تخمروا كيف وصل عندي الحجم وكيف مرتاحين طبعاً العجين ما بتتخيلوا قدية طرية وصفت بدكم تكونوا حذيرين جداً بها المرحلة في عندي طبق مجوف بها الشكل بدي أضغط بنص قطعة العجين منشان أخذ فورما بها الشكل أطراف زوايا تكون عندي مرتفعة نوعاً ما من المنتصف تكون عندي حجم العجين يكون متوسط نرفع إلي شوي شوي وتأني هذا الشكل يلي أنا بدي أحصل عليه بدي أكرر بنفس الخطوة وأضغط بالمنتصف بها الشكل حتى أحصل على هذا الشكل عندي طبعاً أنا فقط بدي أعدل عندي حبات العجين منشان برضو أحاول قدر إمكان أني أرتبهم فقط بعد هيك عندي مقدار واحد كوب من صوص البيتزا الجاهز أي نوع صوص البيتزا عندكم متوفر بإمكانكم تستخدموه بدي أضيف مقدار منه بهالشكل وحضرناه مسبقاً معاكم بكثير من الوصفات بإمكانكم تشوفوه بعد هيك عندي مقدار تنين كوب من الموزاريلا تشيز بدايةً بدي أضيف مقدار قليل فقط منشان عندي مقدار الحشوة تمسك عندي بالعجين وبعد هيك رح أخذ عندي مقدار من الحشوة يلي حضرناها مع بعضنا وأضيفها عندي بهالشكل شوفوا معي ما شاء الله الألوان يلي بتفتح النفس في عندي مقدار واحد سفار بيضاء فقط للتلميع الأطراف منشان عندي تاخد لون ذهبي بدي أوزعها بواسطة فرشاي مطبخ بعد هيك بدي أوزع باقي مقدار عندي الجبنة طبعاً بدي أحطها للوجه بهالشكل منشان الدوب برضو تمسك عندي الحشوة وإكرمه بهالمرحلة وبهيك عندي الميني بيتزا صاروا جاهزين يدخلوا عندي للفرن راح أدخلهم لفرن محمى مسبقاً رفقوا صدرجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة وهيك أنا طلعت البيتزا عندي من الفرن سكبتهم في طبق التقديم وكيد مثل معوتتكم دائماً أكيد إلي لمسة الخاصة أضفت القليل فقط من خضار للتزين وبهيك وصفتي صارت معي جاهزة للتقديم بس بدي أفرجيكم ما شاء الله قدي مدى هشاشة العجين عندي وبدي أفرجيكم إياها من تحت كيف ماخدها اللون الدهبية اللي غير شكل ولا أروع من هيك نسمي بسم الله وناخدها من النص شوفوا معي ما شاء الله العجين قدي بتجنن والحشوة الداخلية منغنغة والجبنة دايبة دوبان أكيد ميني بيتزا بالهوددوك من نبيل إن شاء الله الوصفة إنها تعجبكم وبألف عافية عليكم شكرا